بسم الله الرحمن الرحيم سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَهُ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ بعد أن أشيرت في الآية السابقة إلى أسطورة إسرائيلية توجه السياق إلى تأنيب بني إسرائيل الذين كانوا يعاندون وينكرون الآيات سَلْبَنِي إِسْرَائِيلِ اسألْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَخَاصَّ عُلَمَاءَهُمْ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ يعني كمْ أعطيناهم عبر الأنبياء أدلة وحجج واضحة ومعجزات ظاهرة فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَأَقَرْ وَمِنْهُمْ مَنْ جَحَدَ وَبَدَّلْ فعن الإمام الصادق عليه السلام فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ جَحَدْ وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَرْ وَمِنْهُمْ مَنْ بَدَّلْ ولعل المراد أن بني إسرائيل كانوا أصنافا أمام آيات الله فمن حيث القلب قسم آمن وقسم كفر بالجحود ومن حيث العمال قسم أقر لسانا وعملا وقسم بدل تلك الآيات بالتحريف ثم يبين الله تبارك وتعالى حكم المبدلين ويبين عقاب نظرائهم في الأمم السابقة وأما مصير سائر الأقسام فيعرف من سياق الكلام ومضامين الآيات الشريفة فأما الذين عاندوا ولم يؤمنوا فلهم عقاب شديد وهذا الاستفهام للتوبيخ في مقام بيان أن الله تبارك وتعالى أتم الحجة عليهم ولم يؤمنوا ومن يبدل نعمة الله كفرا فلا يؤمن بآيات الله فإن الإيمان نعم من الله تبارك وتعالى وهكذا سائر النعم ومن أهمها دلائل الله التي هي سبب للهداية فيبدلها بالكتمان أو التحريف أو التأويل وهذا من أشد الجرائم بتبديل الهداية إلى الضلالة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته يعني من بعد أن وصلت إليه فلم يعمل بمقتضى هذه النعمة فإن الله شديد العقاب هذا تهديد لهم حيث لم يؤمنوا برسول الله فليهيئوا أنفسهم لعقاب الله تبارك وتعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب وسبب زلالهم وتبديل نعم الله هو أنه زين لهم الحياة الدنيا فهم يعملون من أجلها فقط زين يعني حسن في أعينهم زين للذين كفروا الحياة الدنيا يعني الحياة القريبة مقابل الحياة البعيدة وهي الآخرة والتي زين الحياة الدنيا في أعينهم مجموعة من العوامل بعضها حق وبعضها باطئ فأن الحياة التي خلقها الله جميلة تزين نفسها كما أن الشيطان والنفس والهوى تزين الحياة لتصرف الناس عن الآخرة ويسخرون من الذين آمنوا بما أن هؤلاء غافلون عن الآخرة يستهزئون بالمؤمنين ويقولون أنهم صفهاء لأنهم يعملون للآخرة وهو مستقبل مجهول حيث يرون المؤمنين منصرفين عن الدنيا مقبلين إلى الآخرة والكفار لا يعتقدون بالآخرة لكن هذا الاستهزاء لا يضر المؤمنين لماذا؟ لأن المؤمنين فوقهم والذين اتقوا المعاصي من المؤمنين فلم يتمكن الشيطان من تزين محرمات الحياة الدنيا لهؤلاء فوقهم يعني فوق الكفار منزلة ومقاما ورتبة وكرامة في الجنة يوم القيامة لأنهم عملوا للجنة فأدركوا خيرها والكفار لم يعملوا فيبقون هناك سائلين في ذل وهوان في نار الجهنم والله يرزق من يشاء بغير حساب كناية عن الكثرة فالمؤمن والكافر كلاهما يرزقان في الدنيا أما الآخرة فهي للمؤمنين خالصة فالمؤمنون يشاركون الكفار في الدنيا لأن الرزق ليس بالكفر حتى يحرم منه أهل الآخرة بل الرزق يصيب الكافر والمؤمن فالمؤمن منعم في الدنيا أما في الآخرة فهو فوق الكافر لأن الله يرزق من يشاء بغير حساب وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين